على مدى خمسة أيام أقام بيت الأمم المتحدة مركز الشيخ صباح الأحمد الصباح ورشة عمل للحد من الاتجار بالبشر حيث كانت الورشة بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المنافذ والسفارة الهولندية في اهتمام يعكس الجوانب الإيجابية والإنساني للدولة ورشة العمل التي تعني بتعزيز قدرات ضباط إدارة المنافذ في وزارة الداخلية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر طبعا هذه الورشة اليوم خمس يوم على مدى خمس أيام تم تقديم الخبرات الدولية اللازمة من خلال خبراء المنظمة من دهجرة في الشرق الأوسط وأيضا خبراء وطنيين من وزارة الداخلية ومنظمة المجتمع المدني وخبير من وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة نهدف بهذه الشراكة المتميزة التي تجمعنا مع وزارة الداخلية حيث يمثل هذا المشروع رقم 31 في شراكة خاصة وعلاقة متميزة تربطنا في وزارة الداخلية بكافة منتسبيها من ضباط وموظفين الهدف من ورشة العمل يبقى تدريب موظفي إدارة المنافذ على كشف القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر وسقل قدراتهم الميدانية في هذا المجال أحب أشكر بلدي دولة الكويت وسيدي قائد الإنسانية صاحب السمو شيخ صباح الأحمد على الدور الإنساني اللي ارتقى فيه بلدنا واللي عرفنا من خلال الأمم التحدة ودور الكويت الرائد في الإنسانية ثاني شيء حاب أشكر وكاة الأمم التحدة على العقد مثل هذه الدورات اللي وعتنا بالدور الإنساني اللي المفروض هذا الواجب يكون على كل إنسان نحو تعزيز المهارات اختتمت ورشة العمل بتكريم المشاركين فيها ليكون عين الرقيب على أي ممارسات قد تمس الحقوق في بلد الإنسانية ومركزها حسين الصائغ لتلفزيون المجلس